أكد كريستيان إيريكس اللاعب فريق منشستر يونيتد الإنجليزي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح شيئاً من الماضي مع اعترافه بقيمة اللاعب بجانبه وكان قد فاز منشستر يونيتد أمس الثلاثاء بأولى مبارياته بعد رحيل كريستيانو رونالدو وفسخ عقده بعد مقابلته المثيرة للجدل مع بيرس مورجان حيث تمكن الشياطين الحم من الفوز على نوتينجهام فورست بنتيجة ثلاثة صفة على ملعب أولادو ترافول وصرح كريستيان إيريكس في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانيا قائلاً نشعر بالحزن لأن رونالدو له إرث وإسم في أي ناد وبالنسبة لي كان من الرائع أن ألعب معه فكانت محظوظاً بأن هذا حدث في مسيرتي وأضاف كرة القدم ستظل مستمرة ونشعر أن الأمر قد انتهى وأصبح شيئاً من الماضي والآن نفكر في منشستر يونيتد وتركيزنا في المباراة القادمة كما هو الحل دائماً وأشار نحن الآن في وضع جيد مقارنة ببداية الموسم وهذا هو الوضع في كرة القدم فكل يوم هناك جديد وشدد نشعر أن النظام يعمل بشكل جيد مع تيني هاج ونؤمن بأنفسنا فلدينا الكثير من اللاعبين الذين عدوا من كأس العالم والجميع يقاتلون من أجل الفريق ترجمة نانسي قنقر